السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب غانو كويزين إن شاء الله تكونوا كامل بخير تم تشوفوا الوصفة عن نهال اليوم كما لا كنت تشوفوا اليوم جيتكم بهذا الوصفة اللي شاركتها معكم البارح في الانستغرام وفي تيك توك ودرت حالة وقلت لازم نحطها الهوم اليوم باش هومتانك يجربوها ويسيوها خدش وصفة سهلة خفيفة ضريفات عهد الوقت حد سخانة تحب ودوها معكم اللبحر والتي هي كصادية بالحمون على بالي الحمتاء العيد الكبيركيني مازال عندهم بالككرهم المراقي والأخر معها تسخانة يديروا هذه الحاجة الخفيفة باللحم جبنينة وسهلة والخبز أكيد صنع منزلية أنا كنت تجربتها بالخبز كنت شريته من بره هذا كتاعة التورتيلا ما مع جبنيش كامل قلت نخدم لكم الخبز تجربوها والله جبنينة كتر من اللي يتبع بره واللي يتبع بره يتبع بره يتبع ودايما في الفيديو التاعي قبل ما بدأ الوصفة نجي نفكركم باللي راني مشارك في مسابقة أفضل صناع المحتوى في الجزائر وكما قلت لكم جلست المرحلة الأولى وكنت شاركت في المرحلة الأولى وصوتوا علية بزاف الناس اللي نشكرهم بزاف وخير اسم الخمسة الأفضل من هدوك صناع المحتوى وما زال دكرنا في المرحلة التانية النهائية وكيف عشت صوتوا علية تدخلوا هذا الرابط اللي احطيت لكم التحت في صندوق الوصف يخرجكم في هدر فاتسيت تكليكيوا على الفوت ومعداك تخيروا صناع المحتوى الخاصين بالطبخة مكين معايا خمسة والتمك تخيروا اللي ياركو محابينهم واذا شفتون انستاهل المدابية المتابعين تواعي صوتوا علية هنا تكليكيوا علية زوج خطرات تجاوبوا على السؤال تحهم هنا كماراكو تشوفوا بشي تأكدوب لي مشي أنروبوا له يصوت وذلك نروحوا للوصفات التاعنا ونبدأوا باللابة التاعنا اللي هي الصح في غي سيبيوندر ثلاثة كيسانت على الفارينة دائما نقول لكم المقادر تلقاوهم من تحتها في صندوق الوصف تلقاوهم بالتفصيل بالمكتوبين باللغة العربية في غي سيبيوندر هنا ثلاثة كيسانت على الفارينة لما قلت لكم زيت لها مغرفة كبيرة على خمير الخبز لا تكون مع مراملة حتى تكون مغرفة كبيرة ممسوحة وزيت معها مغرفة كبيرة على السكر نزيد معهم ملعقة صغيرة تعى خميرة الحلوة وملعقة صغيرة تعى الملح نخلطوا كامل نواشف تاعنا ندخلوهم في بعضهم بلا ما تدخلوا يديكم بلوالي وغير هكذا بمغرف ولم غير فتا الحطب قيس ما يتمسجوننا برطولي يحب يضاعف المكونات يضاعفهم كما أنا تخرج لي 6 خبزة تعى من هذا الخبز تخرجو الناس 6 خبزة ولي يحب يضاعف الكمية يضاعفها هنا بعد ما خلطنا نواشف تاعي ندخل اربع كاسع الزيت بنفس الكاسل يدرت بها الفارينة ونجي نبسس مليح هذا الزيت مع ذلك الفارينة مع ذلك الفارينة هذا الزيت يجب أن تدخلوها مليح من ذلك الفارينة تأكدوا بالليت تبسس مليح وما قاعدوا لكم شاهدوا كل حبيبة اللي يجوا خشان هذا ليس مليس وشبه هذه مليس وشبه تقدروا تقولوا بليتا التورتي لأنا كنت شاركتها معاكم من قبل فارينة البرك هذي اجي شوية خشينة عليها كي تفتحوها وطيبوها لازم تديروها شوية خشينة كما قلت لكم هنا بعد ما نخلم لي هذا الزيت وما نروح ندير نروح نجيبو المدافي أنا دفيته فوق قلنا ردرتو في كاسرونة ودفيته شوية كما على بالكم الماء تقريبا ماهوش يجي دايما وشوف ما أكيد لازم يشعل كي يكون كين الماء في العين عفوا كما ركو تشوفو هنا بدنا نطمب بالماء مدافي نبدأ نطمب بها غير هكذا بشوية حتى نتحصلوا على العجينة تكون طريقة وقعدوا تضيفوا بشوية في الماء هكذا حتى تحصلوا على العجينة تكون طريقة بس ما تزلق شيدكم هكذا غير بشوية نتحصلوا على العجينة تلزق شوية برك في ليدكم ونريكم القاوة متاحة كشيكون هاي لك القاوة متاحة نحطوها في بلوندو تخافي وندلكوها حوالي خمسة دقائق ستقائق حتى تشوفوها تشوفو لعباتتاكم مع انتا ولا تلكم ليس من الأفضل بلا ما ديروها في البيتخان تستخدموها كي تكون عندكم كمية كبار هذه رأيتكم كمية صغيرة تخرج لكم ستة خبزة بمكان لها مع تغير بيدكم في غي سي بيون ركو فريتوها نعم نرجح لغي سي بيون نغطي عليها هكذا نغطي عليها بأنصى شي يكون مقي ونخليها تريح ثلاثين دقيقة باش نبدأ نخدم بيها نطلب الحشوى يا اللحiance قد يكون هرية اختيري ليسون الناس يعرفونها هم قصد لها مقالات نفسها الأزيت يلوم ستحب بكمية الأزيت هنا تحبو تقوم به التحم использ تحبو تحبو بالجج تحبو برأة وتحبو تحب 있으ن هكذا هانìnنا الأزمة اه هو لها كما ت pigeonت كما سأت spoدي كان فيها sss من الأفضل تقوم بالأفض إن كان لكم من ping إنها وليص أنظ Vincent أخبرنا صغير 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 بزاف قطعتوه واذا تحبو تقاشي اوه تقاشي اوه نورما تردوه فيونداشي واللي عنده غنمي هابرع شوية مليحة يقطع تاني كرقيقة هاكذا واللي اشي هابر روبو كمعلا بان الغنمي يجي فيه بزاف شحم اذا درتك تكترتو اشحم ديروش الزيت هاكذا كماركو تشوفو نقليها على نار يكون قاوية واكيد لا يحبش الحم يقدر يديد الجاج واللي هو البولي حبو ديروا بولي اشي ولا بولي تقطعوه انتوما هنا نقليها على نار قاوية باش ميت لقليش المتاعو ما يدرت لو لا ملح لا ففل كحل كي تشوفوه بداي يتقلل لكم انا هنا جبت لامووتا غد من عند اي لا درت منها حاولي ملعقة صغيرة تكون معمرا مليح ونكمل نقلي حتى وان يتحمر لي مليح لامووتا غد تطيرو دنكهة بزاف هاي لا سواء للبولي ولا للحم كي معلا بنا بلي لامووتا غد تمشي بزاف مع الحم كي مرة كتشوفو نقليها مليح ومتوسطين اللي كنت قطعتهم مكعابات صغيرة مقليها معاهم وزيد قطعت زوج حبتها الفلفل يكونوا كبار هاكدا اي حاجة نضيفها لهم مكعابات صغيرة كي مرة كتشوفونا المقالات تاعة كانت صغيرة شوية كما اذا درتو هاد الحشوة ديروها فطني هجارات كون كبيرة ولا في مقالات كون كبيرة تقدروا تضيفو مام البصل كي ما قلت لكم اضيفو ايش تحبون تومة وليما يحبش اللي الحوانيين عاود نقولها لكم لكم ديروها بلجاج هنا بعد ما خلتهم شوية كنت هو تستعمل ملح ففلك حل ونكمل نقليهم ملح مع ذاك اللحم احتوان يدبالونها شوية نجعلوهم يدبالوا هاداك الطماطيش و هاك الفلفل خلوه يدبال هاكدا بعدها وشط نوح ندير بعد ما يدبالي نجيب كاستع الماء ليكون تدرب دوبت فيه ملعاقة صغيرة تعطو ماطيش تعل باطا كاستع الماء دوبت فيه ملعاقة صغيرة لازم يكون المسخون باش دك الحم يطيب بالناء مليح ما يولينا شعاصي وما يصالوش انشوك هاكدا كي بداي يغلي غري بداي يغلي نغطو عليه ونخليه يكملي طيب حتوين يشرب مليح دك المو يتعسل لنا مليح هنا نضرو لابات تعنا بعد ما ريحت كي ما قلتلكم خليتها تريح حوالي نص ساعة عشرين دقيقة احكموها كو قطعوها وديروها كوائرات صغار كما قلتلكم هاد لابات خرجتلي استحبت ونجي نفتحهم مليح بالفارينة هنا لازم تكتروا الفارين فتحواها على شكل ضائري غير بالعقل غير بالعقل كما رفتون هنا حتى تحصلوا على شكل ضائري وانا سراحة كنت شريت خبز لطيب قلت انسيه بخبز لطيب واحدا بخبز لطيب ونطيبه بهذا الخبز لي درت انا مي والله عجبني بزاف هذا الخبز لي درت انا تحسوه ومكله بزاف بنينا والخبز هادي جي بزافها هاية تعتني اش كامل على بيها محبش نواريها لكم ولي يعرف بالليمار كامليا تعتبر يخدم بيها يخدم بيها ويشوف انا كنصيحة اخدموا هنتوما في الضر حاجة سهلة خفيفة ويجي بزاف بزاف بنين هنا بعد ما فتحتها رقيقة شوفوك شفتها رقيقة كنت قدرت الطاواتي على نار تكون متوسطة خليتها تسخون مليح ونحكمل العجينة غير بالعقل نرفضها نحطها ونسيك باش نمشيها هكذا بيدية وكي تشوفوها ناجحة شوفون بابل كي ماركوا شوفو شوفوك النبولات الصغار اللي ناضو هكذا ما دخلوها هشت حمار على بايض طيبوها على بايض هكذا دوك شوفوك خليتها حمار غير شوية لازم طيبلكم على بايض ودايمن كتطيبوها حطوها انصاشي يكون مقي شوفو كتحطوها باش ما ييبس لكم شو الخبز ويجيكم مارن كما يقولوا يجيكم بزاف خفيف وهايل وما يجيش كامل معلك دوك نوري لكم نتيجة تاعوا ونجبت لكم حبيبة هنا تشوفوها شوفو كاش يجي خفيف وهايل يجي شوية خشين على خبز تورتيلا ليمضاني نديره لكم هنا نحكم خبزة فيهم ونجيب الحشوة التاعي بعد ما شربت كامل لذيك اللاصوس وتعلكت وطاب الملح هذا كل الحمد ضفت لها شوية تعال مايز اختياري فذيك الخبزة تقدر فخومش صاندويتش ونجينا للحشوة تاعي كما قلت لكم الكاسادية معروفة يديرو بيها بزاف المايز بكتروا المايز بركانها تكميها صغيرة وانتم اختياري تحبوا تديروها او لم تحبوا ما تديروها وهنا كما قلت لكم ليح بيضيف الهالي فريتي يضيف مع انتها الباطاطر يحبيتوا تقلوها تقلوها عادي واضيفوها لها هكذا مشو مليح لحشوة تاعكم هنا زدرت شوية هداك تعالك تعاك كيف تحت الحبة وبديت عليك هداك الشيدر الشيدر وموزاريلا هنا نحطهم في طاوة تكون سخونة من قبل كنت دهنتها بالزيت بش تعطينا طحميرا شابا شوفوك نحطها في المقلة التاحي نسيك اس نعبز عليها مليح بيضي هاكذا عبزوا عليها بيستخدلكم كامل لون يكون حمر ويكون شباب بعدها تقلبوها على الجهة التانية وزيد تخلوها تحمر وهكذا نكون وكملنا الوصفة تعني تنهار اليوم ومشالله تكون عجبتكم تجربوها وتبعتولي ارائكم في الانستغرام وفيسبوك رح اخليلكم الرابط سعب بس صوتوا عليها تاني كل تحتها في صندوق الوصف ورح اخليلكم تاني كل مقادير كامل نتلقوها في صندوق الوصف ومقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة النهار اليوم ونلتقي في وصفة اخرى ان شاء الله مع السلامة شكرا شكرا